منذ خروج فضيحة الفيول المخشوش إلى العلن على خلفية إخبار مقدمة من منسق لجنة مكافحة الفساد في التيار الوطني الحر المحامي ودي عائل طرح سؤال بديهي ماذا كان يفعل وزراء التيار المتعاقبين على حقيبة الطاقة القرار الظني الذي ضمت إليه محاضر مجلس الوزراء التي قدمتها الوزير ندى بستاني عندما استجوابها القادر الأولى منصور يؤكد أن طلب وزراء الطاقة بإجراء تعديلات على العقود الموقعة مع سوناتراك وكي بي سي أرجع مرارا منذ 2011 عندما كان باسيل وزيرا للطاقة وصولا إلى عهد أبي خليل في إفادتها أكدت بستاني أن أثناء تسلمها الوزارة لم تصلها سوى رسالة واحدة من كهرباء لبنان عن مشاكل في نوعيات الفيول كما أنه لم يصلها أي كتب بخصوص المشاكل التي حصلت على المعامل بنتجة البواخر فلم تعلم بأن هناك إضافات كيميائية على البضاعة إلا بعد صدور التقرير كهرباء فرنسا في 27 أرواع إلى 2020 أي بعد خروجها من الوزارة بفعل استقالة الحكومة لكن ماذا عن دور الوزير جبران باسيل الذي تسلم الحقيبة من 2009 إلى 2014؟ أبرزت بستاني للقادر منصور كتابا رقم 3656 مرفوعا في 2011 إلى الأمان العام لمجلس الوزراء من قبل باسيل يتضمن طلب التفاوض لإجراء تعديلات على العقود القائمة جزئيا أو بشكل شاملا وإجراء عمليات استدراج عروض جديدة تشارك فيها الشركات المتعقدة مع الدولة وشركات عالمية مبينا إمكانية أن يؤدي إلى عقود بشروط أفضل للدولة اللبنانية بحسب التقييم كما طالب باسيل بتقييم بنود وشروط العقود الحالية مع الدولة الكويتية ومع سوناتراك وقد أشار في طلبه إلى أن واقع العقود يتيح الباء أن يتحكم في مسألة التسعير بما يتناسب مع مصلحته دون مراعاة مصلحة الشاري في 2010-2011 وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزير الطاقة أن يضاف إلى اللجنة المقترح تشكيلها مندوب برئاسة مجلس الوزراء للتفاوض والتحديل لإجراء مناقصات لكن في 2014 قرر مجلس الوزراء مرة ثانية تأجيل البحث بعرض وزارة الطاقة للصيغة النهائية لدفتر الشروط حيث طلب الوزير نبيل دوفراج تأجيل الموضوع لمدة أسبوعين مرة ثالثة أرجع مجلس الوزراء مجددا للبحث بعرض الطاقة للسير بدفتر الشروط وذلك في 2015 كما أثبتته بستاني في محضر رقم 44 الذي أبرزته تدخل دوفراج مجددا طالبا تأجيل الموضوع لكون كتلة المستقبل لم تأخذ قرارها لغاية تاريخه وفي العام نفسه تم تأجيل البحث مجددا وذلك موثق بالمحضر 45 حيث صرح دوفراج عن تمسك الكتلة بموقفها سائلا لماذا الدخول بمسألة القطاع الخاص في محضر جلسة لاحقة طلب دوفراج مجددا عدم إدراج هذه العملية على جدول الأعمال إلا بعد الاتفاق بين من يؤيد الفكرة ومن يعارضها لأنه ربما يستطيع فريق أن يقنع الآخر فصرح باسيل بأن هذا الموضوع أصبح مناقشا بكثرة متسائلا عما إذا كان لا يوجد إلا هاتين الشركتين ويجب التمديد لهما إلى الأبد الوزير بطرس حالب سند زميله في المستقبل مجيبا بأن النقاش لن يفيد باعتبار أن هناك موقف لكتلة تقول بأنها لن توافق فقرر هذه المرة الرئيس تمام سلام تأجيل الموضوع لمزيدا من الدرس من 2015 حتى 2017 تكررت الحكاية حيث تبين من المحضر 50 الذي أبرزته بستاني أن مجلس الوزراء انتهى إلى تأجيل البحث لمدة أسبوع بعرض وزارة الطاقة يومها كان سيزار أبي خليل وزيرا للطاقة في حين أوضح الوزير محمد فنيش الذي كان أول من وقع العقود كوزيرا للطاقة أن هذا الموضوع أشبع نقاشا النقاش استحوذ أخذا وردا واستفسارات من قبل وزراء يوسف فنيانوس وفنيش ومروان حميد الذي طلب أعطائه مدة أسبوع للبحث في أسئلة لفنيش فسأل الرئيس سعد الحريري إذا كان بحاجة إلى أسبوع أو أن تكلف لجنة للنظر به فاعترض باسيل معتبرا أن ما يطرح هو تأجيل للملف حتى تصل الحكومة إلى الوقت المحدد من دون أن تتخذ قرارا لكن رغم الطلبات المتكررة وأسرار وزراء الطاقة على إجراء مناقصة عاد مجلس الوزراء ووافق على تجديد العقود مع سوناتراك وكي بي سي في تشرين الثاني لألفين وسبعة عشر أي قبل شهر على انتهاء العقد علما أن العقد يلزم بإبلاغ الفريق الآخر بعد مينية التجديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل النقاش حصل يومها بين فنيانوس وأبي خليل فالأول اعتبر أن موضوع المناقصات سيحدث مقصاما في الجلسة حول إدارة المناقصات أو غيرها فأضح أبي خليل بأن هيئة تشريع والاستشارات حسمت الجدل في الألفين وخمسة فأضف فنيانوس أن يفضل تجديد العقد لأنه موقع على سنوات وأن الوقت لا يسمح بسلق الأمور حيث تدخل أحميدي للذهاب إلى إدارة المناقصات وفي المحضر عينه دون ما قاله بسيل حرفيا أن العقد مع سوناتراك أكبر فضيحة وقد سجن الوزير ومدير سوناتراك كونهما قمى بأكبر سرقة بالتاريخ وتم سجنهما وتساءل بسيل من أين تأتي بضاعة الفيول إلى لبنان في المحصلة أظهرت المحاضر التي أبرزتها الوزير بستاني ثابتتين أن اللجان هي بالفعل مقبرة للملفات التي لا يراد لها أن تبصر النور وأن طلب وزراء الطاقة بتعديل العقود كان يقاول على مدى السنوات بالتسويف والإرجاءات لمدة ثالية لغاية في نفس يعقوب